بطبيعتها كرة القدم لعبة فوضوية أكثر من كونها لعبة منظمة فلذلك تحويلها من لعبة بدنية للعبة مليان أفكار مر بمراحل متسارعة مفصلية ووصلتها لشكلها الحالي كمادة تدرس في الكليات والأكاديبيات بمناهج معرفية لتحصى فهل اللعبة طورت نفسها بنفسها أم في إسهامات خارجية وصلتها لشكل هذا؟ الصحفي وعضو أكاديمية كرة القدم الألمانية أولي هيسي أعطانا ملخص جميل على التطور ربما يكون الأهم في تاريخ اللعبة لأنه غير من شكل ونوعية المنافسة والاحتكاك بين لعبي الفريقين القصة بطلها المدرب الكندي تومي جورمان قبل أكثر من 60 عام جورمان فكر بطريقة كانت وقتها مختلفة نوعا ما قال بدل ما فريق يوخر ويستنى الفريق الخصم يهاجم مناطقي ليش أنا ما نضغطش عليه في مناطقه ومفسد بناء هاجمته قبل ما يطلع الكرة من الأساس المدرب ما فكرش هلبه وكانت تعليماته واضحة للعيبته فريق شيكاغو بلاك هاوكس اضغط على حام الكرة والباقي يتمركز في ممرات وخطوط التمرير لأن الفكرة جديدة ومش موجودة لعيبة فريقة حكوا روسهم وقالوا لاش تحاول دير انت انتحار هذا جورمان قنع لعيبته وجرب الأسلوب والنتيجة أربع هزاين في أول خمس مباريات أسلوب جديد وتطبيقه ما كانش سلس لذلك خديه وقت لكن في النهاية فريقة يتوج بأول بطولاته في لعبة الهوكي ببطولة ناتشينا الهوكي هوكي؟ ايه هوكي؟ قس قندت حساب فكرة الضغط ان ولدت في ملاعب الكرة؟ معنا ما تعرفش ان التكتيك اصلا في البداية كان 2-3-5-2 في الدفاع وخمسة في الهجوم لا صديقي الضغط كأساس ومرجعية جاي من لعبة الهوكي خدوه مدربي الكرة وبعدها بداية التشكيل والتحوير والضغط المتقدم وغيرها من الكلام اللي نسموا فيه في الاستوديو التحليلي للمباريات هذا كان أساس الضغط الضغط اللي قسم الكرة لجزئين امتلاك ومحاولة افتكاك الضغط اللي أصبح ركيزة كل أسلوب وأي موضة تكتيكية من الكرة الشاملة لثورة ساكي لتيكي تاكا بيب تعال نعطيك التفاصيل وكيف توظف الضغط في ملعب كرة القدم في شبه اتفاق بين الباحثين في أكثر من مرجع أن ملامح اعتماد مدربي كرة القدم على الضغط بديبان في فترة الستينيات لأن الفترة اللي شادت تغير ملحوظ على المستوى اللياقي للعبين بحسب جونتان ويلسون في كتابه الهرم المقلوب الشي اللي كان تأهيلي لهم وعامل مساعد لاستخدام الضغط في الكرة والتخلي على فكرة دافع وهاجم بطريقة بدائية مقارنة بمراحل نمو الأفكار والشكل الحالي لوصلات الكرة توا في نفس الوقت كان فيه تشكيك في نجاح الضغط في ملعب الكرة واسباب النقاط منطقية ووقتها يعني كيف تقدر تمارس فكرة نجحت في ملعب الهوكي الصغير في ملعب الكرة 11 ضد 11 اللي يعتبر أطول وأعرض من ملعب الهوكي بمراحل بلس خيار لعب الكرة العالية اللي موجود في كرة القدم ومش موجود في الهوكي ونقطة منطقية ثالثة الاندفاع موجود في الجليد ويفرق على الاندفاع على شب مع ذلك تم تحميل سوفتوير الضغط في من يقول أن المدرب الروسي فيكتور مازلوف أول منطبقة مع دينامو كيف الأوكراني ما بين 64 والسبعين هناك من يقول أن النمساوي الشهير إيرناست هابل هو صاحب الضغط كفكرة في ملعب كرة القدم في 1970 بسانة اللي حقق فاها بطولة ربا مع فاينورد الهولندي بأسطوبر تكز على شيئين الضغط ومصيدة التسلل واللي كان موضى في ذلك الوقت لما مات هابل كتبت صحيفة نمساوية عنوان لافت قالت الضغط حول نعشه هو الطريقة التي يتصورها دائما كمدرب كرة قدم الخلاف على أسبقية ما بين فيكتور مازلوف وإيرناست هابل مش الوحيد في من يقول أن الأوروبيين أخذوا الضغط من كرة السلة في الخمسينيات لأن الهوكي ما عندهاش انتشار كبير ورواش في أوروبا مقارنة بأمريكا وكندا طرح منطقي نسبيا كاس العالم 1974 كان أول مونديال عالمي ترصد فيها أفكار الهوكي داخل مباراة كرة القدم وبحكم شوال مونديال خدت صدى وتفاعل كبير المنتخب الهولندي مع المدرب الكبير رينوس ميتشيلز الأب الروحي للكرة الشاملة طبقوا الضغط بطريقة ملفتة جدا الهولنديين كانوا مدرسة في البناء من الخلف والضغط على الخصم في مناطقه البطولة اللي فازت فيها الماني على هولندا في النهائي 2-1 ميتشيلز كان فخور بلعيبته وقال من بيش الناس تسميها الكرة الشاملة أنا نسمي فها الضغط على كرة القدم في النسخة هذه كانوا اللعيب العشرة يتقدموا لما يكون الفريق فاقد للكرة لاسترجاعها في أقصر وقت الكرة الهولندية كفلسفة أو لعبين كانت ترند لفترة طويلة حتى لو ما حققش المنتخب إنجازات كبيرة في الوقت اللي تفق فيه الجميع على اختلافها مع كمية الجهد المبدولة لها فكريا أو بدنيا جي بعد فترة أريغو ساكي الثورة في إيطاليا الضغط أساس فكرة ساكي أيضا اللي تقول بعض المصادر إنه كان يحضر في أكثر من مرة تمارين هامبورغ للماني مع المدرب النمساوي إرنست هابيل اللي تكلمنا عليه مبكري وعلى فلسفته والنجاحاته مع فاينورد ساكي كان يسجل في ملاحظاته في تدريبات هابيل المعتمدة على فلسفة الدفاع الموجه للكرة هيكي كان اسمها اللي يعني ميل الفريق بالكامل اتجاه الكرة زي ما نشوفه في كورة توا كل الفريق يتبع الكرة بالكامل إيمين أو كل يزيخ يصار أفكار ساكي كانت بسيطة في تلخيصها كان يخدم عليه فكرة تقليص مساحة الفريق الخصم ويتفوق عليهم عدديا في منطقتهم وقت امتلاكهم الكرة وهي مرحلة متطورة تقريبا كان فاها ميلان ساكي من أفضل الفرق وشكل مرجعية لوقت نتوه بعد ما أصبح الضغط ركيزة بصفة عامة في بداية التسعينات فرص بناء الهجمات بدأت أصعب الشيء ليخل الكرة تاخد شكل أسرع تقريبا وفاها هلبة مشهود بدني بلس ظهور أفكار جديدة في التحضير زي التمريرات بين المدافعين كوحدة من الأشياء اللي كانت مضادة للضغط واللونج بول اللي تطلع من ليبرو المهاجم مباشرة تيكي تاكا برشلونة سارت في نفس المسار تقريبا مع شوية روتوش في نسخة بيب كورديولا موسم 2008-2009 وبداية ثورة البارسا الضغط في فلسفة بيب المطورة من أفكار يوهان كرويف تعتمد على الضغط كوسيلة دفاعية وهجومية أضغط على الخصم في مناطقه والمهاجم أول لاعب مطالب الضغط الشيء لخلي الفريق الخصم يرتكب الخطة أو يشتت الكورة ويستفيد منها برشلونة ويبني الهجمة ويوصل لمناطق الخصم من جديد الضغط العالي لمارسة برشلونة في فترة بيب برشلونة من بداية ضربة المرمى للخصم خلط الباص من الحارس للمدافع أمر صعب لكثافة واندفاع اللاعبين باتجاه الكورة الفيفا تجهت هنايا لتغيير القانون في يناير 2019 التعديل في فقرة الرابعة سمح للمدافع باستقبال تمرير الحارس داخل منطقة الجزاء مع عدم دخول مهاجم الخصم للمنطقة لتسهيل وتسريع عودة الكورة للعب يعني مش معقولة انت بتوقع الضغط والكورة ما طولتش الخلاصة ان الكورة مرت في عدة مراحل باش وصلت لشكلها توا شيء اللي خلى المجهود البدني أهم من فنيات اللعب وزي ما جاوب جورمان في عام 1934 لما سألوه عن هل حتلعب الفرق الأخرى بهذه الطريقة كانت إجابة واضحة وفي ثلاث كلمات سيتعين عليهم ذلك لكن المدرب الكندي مات في الواحد والستين قبل ما يشوفه امتداد فكرته وكيف غيرت في شكل وطريقة لعب كرة القدم مش الهوكي بس نورين ونتلاقوا في حلقة ثانية